معنا ام محمد تفضلي علو السلام عليكم شيخ والسلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ ام حلمت ان في بيتنا حفلة وعرف بس بدون طقبقة ولا صوت وزيت تم من الغرفة مثل الصالة كثيرة داخل البيت وشافت النار داخل الغرفة في بلاك واحد مولع وطب التصريب بس ما قدرت والنار بدت تشتعل في البلاك الصغير في سلف من النحاس نبروم وتأخذ المي وراه بس السلف يستعل بسرعة لحد ما وصل حق نجمع المزاقع في الطاقة واشتعل فيها النار فخافة ام حيل ان نسترك كارثة في البيت ونحترك لنا بس فجأ النار بليستهدع شوي شوي لحد ما طمعنا بعد قوطة طيب خير ان شاء الله هذه الرؤية الحفلة والعرس اذا كان البيت فيه يعني رجال ونساء بنات غير متزوجات فهذه بشرة خير في باب ان شاء الله الزواج والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يحث الرجال الشباب وغيرهم على العفاف والزواج الى اخرة كما قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج لكن الحذر حقيقة من وجود هذه النار النار ذكر الله سبحانه وتعالى بانها عذاب وان النبي وقال ان هذه النار عدو لكم وقال ربنا تباركتها النار يعرضون عليها غدوا وعشية فبالتالي وجود النار وغرفة واسلاك كهربائية الحذر قد تكون هناك مناسبة زواج مقبلة لكن في بعض الناس ربما يكون غير راضين على موضوع هذا الزواج فيحاولون بأي طريق من الطرق يعني يخربون هذا الزواج فخلوا بالكم من هذا والعلم عند الله نعم نعم اشتركوا في القناة